مرحبا بكم في قناة كوك ارد ام علي اليوم ان شاء الله سنقدم لكم طريقتي في عمل الشاي المغربي بالنعناع تنتمنى تعجبكم درت هذا الفيديو نزورا عن طلب ديال بصداف ديال الاصديقاء اللي شربو عندي وعجبوهم وبعض الاصديقاء اللي مشي مغاربة بغوا يشوفوا الطريقة نتمنى تعجبكم نشوفوا مابعدياتنا نبدأ على براكات الله سنحتاجوا بالنسبة للبراد الكبير محلقة كبيرة عامرة من ادي الشاي الأخضر المغربي إذا كان لديكم براد صغير سنقوم براد صغير سنقوم بعمل الماء سخون ونضعه في كاس هذا الشليل الأولى نحتفظ بها لن نرميها من بعد ونشللوه مرة أو مرتين لن نحيضه من نود الكحولية لكي يأتي نزوين سنقوم بعمل الماء سنقوم بعمل الماء ونرمي هذه الشليلة الثانية لن نحتفظ بها لكي يأتي اللون نضعه في النعنا نضعها اخلط بعمل الماء هذه الشليلة الأولى نردها وهذه الشليلة الثانية لن نرميها لن نرميها نقوم بعمل الماء ونقوم بعمل الماء ونضعه في العافية من بعد خمسة دقائق بدأ يغلق أول ما يبدأ يغلق يغلق ثلاثين ثانية أو ربعين ثانية و نحيدهم من فوق العافية و من بعد ما طاب و من بعد ما غلق شوية سوف نحيدهم من فوق العافية باش ندروا النعناع لن تشوف معي المراحل بالتفصيل نضع النعناع و ندخله بالسكر بالنسبة لما نريد السكر يستغنى عليه يعني نضع النعناع و ندخله بمعلقة و ندخله من بعد ما اضعنا السكر و ندخله بشوية نقلبوه و نقلبوه في الكيسان كما تشوفوه و نردوه للبراد هذا الشيغ باش نخلطه السكر مزيان يعني يقلبوه جوجو لاتلسى الكيسان بحال هكا كما ندر انا و نردوه من البراد و ها و اتينا سوف يوجد على حقه و طريقه و ريح تزوينة كنتمنى اتجربوا طريقتي اكيد كي الناس يدروا نفس الطريقة و كي اللي يدر طريقة واحدة اخرى و كلهم زوينين مانا ها هي الطريقة المفضلة ديالي كنتمنى الفيديو ديالي يومي كون الاعجاب ديالكم و اللي اعجبوا الفيديو كنتمنى يشاركوا القناة باش يوصلوا كل جديد و شاركوا الفيديو مع اصحابكم و اللي عنده اي سؤال ممكن تواصله معايا عبر الانستغرام صفحة ديال عبر الانستغرام حتى يسميتها كوك ارد ام علي او لا صفحة ديال فيسبوك كلهم عندهم نفس الاسم او للجروب ديال عبر الفيسبوك نهاركم بروك مستحور رحا